رشيد ورشيد كدير بخير سوف أعطينا هذه الحلقة الرابعة وتعطينا هذه المعلومات مرحبا في الحلقة الرابعة والخمسة إلى الأبد المهم تخذ المعلومات والمعلومات التي لم أتقل ما كنت ومرحبا بكم في أي سؤال أعطي جوان أخيرا للأسئلة اليوم السؤال هو كيف سأتعلق المكلاب بالنسبة للناس الذين يريدون أن نرى وكيف سأتعلق المكلاب بالنسبة للناس الذين يريدون أن نرى أسرع طريقة للنشيف وأن تقسم الكربو السكريات يعني النشوية نقسم الخبز والروز والبطاطا والليباط والفواكه والسكر يعني كلهم يتسمون السكريات والنشوية والليباطيسخ يعني الكرواصة يعني أي شيء نقسم هذا ونشف لماذا؟ لأنه يتعلق المكلاب بالنسبة للنشيف وكيف سأتعلق المكلاب بالنسبة للنشيف وكيف سأتعلق المكلاب بالنسبة للنشوية والنشوية والسكر ونعمل الكارديو ونعمل الكارديو أحسن الأوقات لماذا؟ وتعمل الكارديو وكيف سأتحدث ونعمل الكارديو كيف سأشخد وا имеض kamu كيف سأ comprendre مرح keshet اتعلق المكلاب لديك ، وكيف سأتعلق المكلاب واو سأتعلق المكلاب وغير والنشيح وبعدد وغير الملك ونعمل الانه هذا فهم لكن الناس وكيف لا يعرف disks سأتعلق البحية تعمل على مرشاوية تجري لكي لا تشغيل المفاصلاتك و لا تتوقع و لا تطور في الكارديو ستوقع المفاصلاتك الرابع هو تعمل العضلةك لأن العضلةك تتعاون في حمل الحرق لأنك لديك العضلة كبيرة لا يكون لديك دون لديك كرش لديك العضلة و لا تشغيل المفاصلات و لا تتوقع حيث تتوقع لتأكل الإضرحة تجري لكي نحن في الكاربوهيدرات و لديك خلايا و لا تصدق ذلك أحاول أنك تنظر كاربوهيدرات تقوم بها لكنك ستجري تحتاجها مرة واحدة وأخذ الكاربوهيدرات من الخضر و لا تأخذها من النشويات لا تأخذها من الفواكه تبازي على الخوضة وتبازي على اللحوم يعني في حماسك أنت تأخذ الحم وعندما تأخذ البرنامج يسمى كارنيفور هذا البرنامج يأخذ غير اللحوم فقط في الصباح يأخذ غير أومولاد وغير مسلوك فقط صفر ديار وكينزاء ملح صوديوم لا نأكل ماء روز بطاطا في هذا الوقت كذلك نأخذ اللحوم الدجاج أو الحوت أو الحم كان نأخذه بشحمة دياره لأن الدهون لا تزيد الدهون لذلك يزيد الدهون هما السكريات لكن أنت تريد أن تطيح ونقص الوزن يمكن أن تأخذ اللحوم يعني حاول أنك تأخذ اللحوم وتبعد من النشويات ومن السكريات ومن النباتات أبي رشيد فيامة البرنامج كيف تأكل ونقص الوزن فيامة البرنامج كنت تأخذ الكثير من اللحوم الحمراء يعني مثلا كنت تأكل بين كيلو ونص في النهار كان قسمه على ستل الوجبات تلس بعد الوجبات يعني بحلقتي تقريبا حولي في الشر يعني في الآن 12 حولي 12 حولي في الآن تقريبا وفي عشر سنين تقريبا 120 حولي فسوأ في عمره 50 عام كنت تتبقى أننا نقص الوزن ونقص الوزن يعني سيكون أكبر من الديناصور كنت تتأكل الحم لا تطيح سوف تكون أكبر ديناصور في الكرة الأرضية سوف تكون لديك أكبر قذبة للديناصور يعني من أكبر الديناصورات ومن أكبر الديناصورات لديهم قذبة هو أنا راشيد قلت لكم تقسمي مثل تقسمي الحم على استدلو جبال هل تقدر تسفيدنا تقول لنا كيف يمشي ذلك التقسيم؟ لديه اللحوم كما نعرفه لديه فوائد كثيرة الإنسان القادم كان يأكل غير اللوحه لا يأكل أي نباتات لماذا؟ لأن هذه السعبة كانت تكتشفت العافية اليوم تكتشفت العافية لأن الإنسان يأكل الخوضة ويأكل شيء يحويج لم يكن شيء طيب ولم يكن شيء يأكل وحده في القرد يريح لكي يأكل شيء يبقى خمسة سواء لكي يأكلها كان الإنسان يبقى نظر على شيء لم يكن شيء يبقى خمسة سواء لم تكتشفت العافية أو أن الإنسان يأكل في عشر دقائق يعني منذ ذلك يأكل في عشر دقائق الجهاز العظمي تحول تبدل تبقى لك الجهاز العظمي الذي كان عنده في اللوحة الشكل الذي تبدل الجنجمة تبدلت أو أن الإنسان يأكل في الزربة ويأكل شيء يحويج لم يكن شيء يأكل وألو مني الأمراض تدام النابطة والأمراض دائما بالحبوب بالجدود كانوا يأكلون اللوحة لأن تحدثوا لا يجب أسل لكي نظ일 والأمراض من الناس لا يهو والأمراض يأكل يبدو سبعة أو سبعة أو سيد سبعة أو سيد سبعة و سيد قرض يأكله كما قلنا بأن الثقافة الصين يأكل كل شيء أي شيء يتحرك يأكلها أي شيء يتمشع فيها بروتين و كما كانوا عيشين و كان ذلك الصين مجع و كان الإنسان عيش بأحد الصين كما كان لحوم الصين يعني لم يكن لديه علاجة يعني أحضره كل هذا الفرق و لم يكن لديه طيب أم أنه يأكل الطياب أو الإنسان و لم يكن لديه علاجة و كما كانت لحوم الصين و لم يكن لديهم و لديه علاجة لحوم الصين و من الأن تبدأ الإنسان أشكده فقط هو الأصل و هو الأول يعني الإنسان يقبله فرقمه و يأخذي كل لحوم لأن الله يوجد أحمد أمينيا وفي هذه البروتينات وفي هذه الدهون يحتاجونها أما النباتات مثل الخبز لا يوجد جميع أحمض أمينيا يعني فقير جدا النباتات كلها فقيرة واللحوم فهي غانية بسبب الليمون تقفل بيتاناسي ولكن في اللحم تقفل كالتي يعني تقفل الزنج تقفل بيدوز ولكن في اللحم تقفل كالتي يجب أن يأكل اللحم ويجب أن يكون المسك ويجب أن يأكل اللحم ما هي تقول اللحم التي تفرجتك أخي الكلمة تقول له أخي الكلمة أخي الكلمة هو أنك تبازع اللحم اللحم الحيوانات وتبعد عن نباتات وصال الله تقول لكم جيد بعد قلت لنا بلحد الشنوى ما هو الشعب الصين لكي يأكل كل شيء الحشارات أخضروا لي يا بيت ما هي الحشارات فيهم البروتين؟ نرى وإن حاليا أن الحشارات فيهم أجود بروتينات وأجود أحماض آمينة لدرجة أنهم يساعدوا بهم وأخي شركة في المنطقة يساعدوا بفضل بسرق الزيت وحشارات تأتي بسرق الزيت أو العقارب أو أي شيء أو أي شيء يدول أي شيء يمسك فيها بروتيت بوحدة جودة عالية والعين سيكتشفها